السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درس جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن seasons of the year فصول السنة وأيضا كيف أسأل عن الطقس وعن الحالة الجوية seasons of the year season فصل seasons فصول of the year فصول السنة طبعا هذه of تكلمنا عنها اللي حبي يرجع فيديو موجود بقى القناة بحالة المضافة لي إذا حلفناها seasons the year فصول السنة لكن هذا خطأ يجب أن نكتب of the year مثل a cup of tea a glass of water وهكذا لدينا أربع فصول winter spring autumn طبعا الآن ما تلفظ لن نقول autumn autumn fall يعني فصل الخريف هو نفسه autumn fall summer winter فصل الشتاء spring فصل الربيع autumn أو fall فصل الخريف سمع فصل الصيف winter spring autumn fall summer إذا ممكن نستخدم autumn لكن لا تلفظ أو fall season of the year winter spring autumn fall summer لاحظ لاحظ بها الفقر نتكلم عن سمع لكن ممكن ممكن أن تستخدم أي فصل ممكن تستخدم winter autumn spring كلهم نفس الشيء لكن أخذ مثال فصل الصيف ممكن تستبدل كما قلنا بأي فصل آخر كلها نفس المعلومة نريد أن نقول في أوائل الصيف in early summer in late summer في أواخر الصيف إذن in early summer في أوائل الصيف in late summer في أواخر الصيف ممكن أضع winter in early winter في أوائل الشتاء in late winter في أواخر الشتاء إذا أردنا أن نقول في أوائل أو في أواخر she was born in the summer of 1982 ويلدت في صيف عام 1982 قبل الفصول نستخدم حرفة جر in in the summer ممكن in the winter in the spring in autumn كل الفصول نفس الشيء قبلها حرفة جر in إذن نقول في صيف سنة كذا نغير السنة على حسب الموقف in the summer of والسنة in the winter of in the spring of in autumn of وهكذا last summer يعني في الصيف الماضي last winter last autumn كما قلنا بس نستبدل الفصل the summer holidays يعني إجازات الصيف قبل لاحظ كانت اسم يعني الفصل كان مكانه اسم بالجملة بهذا الحالة بيكون صفة عدنا holiday إجازة holidays إجازات أو عطل the summer holidays يعني إجازات الصيف the winter holiday إجازة الشتاء the autumn holiday إجازة الخريف وهكذا two summers ago يعني منذ فصلي صيف مضت two winters ago منذ شتاءين مضت بس نغير الفصل a summer's day يعني يوم صيفي a summer's day a summer shared قميص صيفي a summer shared it's now high summer يعني بهذه الفترة هو أعلى درجات الحرارة في الصيف it's now high summer يعني ذروة الصيف ممكن الشتاء it's now high winter وهكذا إذا أرادنا أن نسأل عن حالة طقس ممكن نستخدم هذه الأسئلة how's the weather يعني كيف حالة طقس أو كيف الطقس طبعا هذه البوستروفة S هي اختصار ل-is لكن لا يقولون how is the weather دائما حاول أختصرها how's the weather كيف الطقس what's the weather like أيضا نفس الكلام كيف الطقس what's the weather like what's it like outside بدلنا عن كلمة weather استخدمنا it what's it like outside كيف الطقس أو كيف يبدو في الخارج يعني حال الطقس what's happening now ماذا يحدث الآن يعني كيف حال الطقس الآن it's raining it's snowing وهكذا what's going to happen later ما المتوقع أو ماذا سيحدث لاحقا أيضا كيف هو الطقس لاحقا إذن هذه الأسئلة الممكن نأسأل بها عن الطقس how's the weather what's the weather like what's it like outside what's happening now what's going to happen later مثل الشخص سألني what's happening now ما هذا يحدث الآن يعني كيف حال الطقس الآن بهذه اللحظة it's raining إنها تمط it's snowing إنها تثلج it's thundering إنها ترعد it's lightning إنها تبرق فقط نضع it's يعني هي it is نختصرها it's raining snowing thundering lightning how's the weather كيف الطقس it's sunny it's cold it's cloudy it's windy it's hot it's warm it's wet it's dusty it's foggy it's stormy sunny مشمس عندنا كلمة sun فقط وضعنا double M لأنه sun ني مشمس cold بارد cloudy غائم windy عاصف أو في رياح يعني فقط وضعنا why ليه الاسم مثل cloud غيمة cloudy غائم wind رياح windy في رياح hot حار warm دافع wet رطب dusty مغبر كمت dust غبار dusty مغبر foggy ضبابي stormy عاصف إذن فقط وضعنا كلمة fog ضباب foggy ضبابي إذن فقط نضع why للاسم يصبح صفة sunny cold cloudy windy hot warm wet dusty foggy stormy what's going to happen ماذا من المتوقع أو ماذا سيحدث لاحقا أو كيف الطقس سيكون لاحقا it's going to snow إنها ستمطر لاحظ it is going to لاحظ هذه بمعنى سوفا it's going to snow it's going to be cold ستكون باردة لاحظ مع التو استخدمنا ب مصدر فعال كون هو ب to be cold cold هنا adjective صفة بهذه الجملة أردنا أن نقول to be يجب أن نضع why to be snowy يعني يكون مثلج لكن snow جاءت كفعل to snow to be يجب أن نستخدم صفة إذا ندعم بعد to be صفة it's going to rain all week يعني ستمطر طوال الأسبوع it's supposed to rain all week يعني من المفترض أن تمطر طوال الأسبوع it's supposed من المفترض أو من المتوقع the whole month is going to be wet يعني الشاب بالكامل سيكون رطب wet رطب لاحظ to be دائما to be يأتي بعدها adjective إذن صفة بحالة الطقس أغلب الكلمات تكون متهية بواي to be snowy to be sunny to be windy وهكذا إذا أردنا نصف الطقس ممكن نستخدم هذه الصفات hot hot weather يعني طقس حار cold weather طقس بارد wet weather طقس رطب fine weather طقس جميل summer weather طقس صيفي windy weather طقس عصف إذن فقط نستخدم كلمة weather نضع قبلها صفة لدينا آخر فقرة in all weather يعني في جميع يعني في جميع الطقوس يعني all kinds of weather في جميع أنواع الطقوس in all weather there's going to be a change in the weather سيكون هناك تغيير في الطقس إذن weather بمعنى طقس there's going to be a change in the weather سيكون هناك تغيير في الطقس if the weather holds بمعنى continuous إذا استمر بهذه الحالة يعني if the weather holds cold if the weather continuous cold وهكذا if the weather breaks breaks معنى change يتغير يمكن تستخدم hold بمعنى continuous break بمعنى change طبعا وضعنا ال-s هذا ال-s المفرد الغائب لأنه عدنا الطقس يعني it إذا كان فعل هي شيء نضيف للفعل s إذن hold ممكن نستخدم بدا عنها continue break نستخدم change the weather the weather is very change الطقس متغير جدا أو متقلب change متغير it depends on the weather لأنه يحتمد على الطقس لاحظ بعد depend on بهذا الشكل أنا هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن فصول السنة وكيف أسأل عن الطقس